بدأ النص الثاني من رمضان وعندنا مسلسلات كتير كانت 15 حلقة في النص الأولاني وبالتالي عندنا مسلسلات جديدة في النص الثاني نص دي أحلى حاجة وحاسس أنه من يعني إحنا دخلين على مرحلة سنتين ثلاثة كمان هيبقى خلاص إحنا النص الأولاني كله مسلسلات لوحدها والنص الثاني مسلسلات لوحدها باستثناء مسلسل أو اثنين بس اللي هيبقى 30 يعني حاسس أن 30 هيبتدي يختفي مع الوقت إحنا كان لدينا خمس مسلسلات للنص الأولاني ستة النص الأولاني وخمسة النص الثاني نص الثاني للخمس مسلسلات اللي بدأ عرضهم جودر مليحة بدون سابق انظار فراولة وبقينا اثنين شريف مونير ورانيا يوسف الخمسة بدايتهم مباشرة جدا الحقيقة ومستواهم كويس أنا تحديدا جودر كمان عجبني جدا جودر من أول التتر تشديت قلت خلاص اشتريت المسلسل ده عشان النمط ده بغايم عندنا بقيله طبعا بصي أساسا بقيله طبعا يعني بصي جزء من الحكاية والنستالجيا طبعا يعني أنا مجرد ما كنت بقى سمعت كلمة مصرور سمعت شهرزات سمعت التيمة بتاعت ألف ليلة وليلة في التتر سمعت صوت الديك أنا حسيت أني رجعت 30 سنة الورا بقيتة تفرج على ألف ليلة وليلة اللي أنا متعود عليها بس كنت متخوف من فكرة مقارنة إن إحنا لما نيجي نعمل ألف ليلة وليلة دلوقتي بقى الناس هتوقت تقول إيه خلاص بقى إحنا القصص يا جماعة قصص قديمة وإحنا في عصر غير العصر وزمن غير زمن لا الحقيقة معمولة كجرافيك وكتصوير وكديكورات وككل حاجة لا إحنا عشرين وعبعة وعشرين أنا بشوف يعني أنا بحب تفرج على الدراما في كذا دولة في العالم لا لا يغل عن أي دول في العالم إن إحنا عاملين الحقيقة جودر هيل وعجبني ياسر جلال فاصل تماما ما بين جودر وما بين شهريار ده كاراكتر وده كاراكتر ده كل حاجة حتى نبرة الصوت حتى كل حاجة الاستعراضات كمان معمولة بشكل حلو جدا فالمثلثة لكلهم شايف الكاست إزاي اختيار الكاست بتاع جودر لسه ممكن قبل ما نبدأ كنت قيلك إن من أحلى الحاجات في جودر هو الكاستنج يعني إنه حتى ضيوف الشرف هم النجوم كبار يعني اللي طلع في مشهدين أو مشهد لا ده نجم كبير ونجم فرحان إنه جاي يشارك في المسلسل ما فيش استسهال في مسلسلات تانية عادي يلا نجيب أي حد نعمل ده ده أي حد ده معادي يلا تعالى يعمل الدور ده لا ده كل حاجة أحمد كشك مثلا نطلع في مشهدين في إن جدا محمد عبدالعظيم نفس الحكاية محمد التاجي ناس كتير جدا وبعدين من الحاجات الحلوة قوي في السيزون ده الحقيقة إنه فيه وجوه شابة كتير جدا ظهرت ووجوه شابة كتير مبشرة وكويسين وفي نفس الوقت فيه وجوه كبيرة وناس ممثلين كبار وعظام كان بقى لهم كتير غيبين رجعوا تانية يعني أستاذ محمود الحديني شفتي تانية أحمد ماهر شفنا مرة تانية فعجبني فكرة إن شو زميمي جمال في كامل العدد وتأثيرها بقى في الجيل الصغير يعني كل الولاد الصغيرين اللي كانوا يتفرجوا على كامل العدد كامل العدد لو إحنا هنيجي نتكلم عن كامل العدد ده ممكن نتكلم عن فقرة كلها عن كامل العدد لأن في رأيي هو أحلى مسلسل في النص الأول من رمضان يعني ده الحصان الرابح من وجهة نظرة جدا يعني أنا أنا كنت خايف من فكرة إنه جزء تاني من المسلسل لإن إحنا دايما عندنا حوار الأجزاء ده يعني وساعات بي بيخيش يعني اللي هو ممكن ما ينجحش فأنتي لما تبقى عاملة جزء الأولاني ناجح جدا وتاخدي مغامرة وريسك أن أنت تعملي جزء تاني وتعمليه أحلى من الجزء الأولاني ده حاجة تحية لكل الناس اللي شغالين في كامل العدد والجميل في كامل العدد إنه اللمى اللي بنتلمها عنها أيوة بصة بتحسي من أنت بتتفرجي أن أنت واحد فرد من العيلة دي من أحمد وليلة أنت جزء من العيلة دي والحلو كمان أنه مش بيناقش مشاكل ثلاث أجال مختلفة يعني أستاذ ميمي جمال أستاذ إسعاد يونس أستاذ أحمد كمال أستاذ ألفت إمام طبعا وأستاذ تميم عبدو جيل الكبار بعد كده بتروح بقى الجيل في النص الجهاني للشماشير جي وآية سماحة ودينا الشربيني وشريف سلام ومنتهى الواقعية كمان جدا وقصص كلها قريبة مننا والحلو كمان في كامل العدد بجد أنه أنت روحي مدرسة مع ابنك ولا شوفي الجروبات بتاعتهم ولا هما بيكلموا في ايه أن الجيل ده ما كانش بتفرجش على أساسا مش 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 على الدراما مصرية لا ما بتفرجش على التلفزيون أساسا ففكرة أنه بقى قاعد كده وبيبقى متضايق قوي وهو اللي يقولك وهو يقولك أنت شفتي كامل العدد حصل فيه ايه وهو دي حاجة ما حصلتش ودي حاجة تحسب لكامل العدد جدا الحقيقة طيب نروح لتاني المسلسلات النص تاني من الرموزان مليحة طبعا حاجة من أهم المسلسلات اللي في السيزن ده عجبني يمكن أستعير كمان زي من أستاذ مصفى عمار رئيس تحرير الوطن لسه عامل مقالة عن المسلسل قال في جملة جميلة جدا فكرة أنه عبقرية المسلسل ده في توقيته يعني أنت رسالة من مصر أن أنت وقفة مع فلسطين مش بس سياسيا ولا إعلاميا لأ أنت كمان دراميا وبتوسق الجرائم اللي بتحصل وبتوسق الجرائم اللي بتحصل وبعدين بتحكي بقى الرواية المصرية في الأول في الأفان تيتريت بتحكي الرواية المصرية لإيه قصة الإصراع ده كله وده بدأ إزاي ومين الناس دي وعملت إيه فالولاد الصغيرة لما يتفرجوا هيعرفوا فين ولاد كتير ما يعرفوش إيه قصة دي ولا يعرفوا في إسرائيل دي ظهرت إزاي ولا إيه اللي حصل ولا الاحتلال ده إيه وبتقال لهم معلومات مغلوطة برد يعني على مواقع التواصل طبعا ففكرة المزج ما بين الجزء التوصيقي والجزء الدرامي والجزء الإنساني دي حاجة من الحاجات الحلوة في مليحة سرين خاص الممثلة اللي عاملة دور مليحة عجباني جدا فرحان لدياب أول بطولة مطلقة ليه دي كمان من الحاجات اللي تحسب للمتحدة الحقيقة السندي إنه قلبهم جامد مساحات كبيرة لنجوم لسه على أول الطريقة يلا يعمل بطولة وبطولة مسلسل مهم والمسلسل الوطني السندي يعتبر مليحة